أهلا بحضراتكم شدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على أهمية الانتزام بوضع الخطط الخاصة بوقف تخفيف الأحمال بنهاية العام مؤكدا في استيقيداته على أهمية رفع كفاءة مرفق الكهرباء والعمل على مجابهة سرقة الكهرباء جاء ذلك خلال اجتماعه مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت حيث أكد رئيس الوزراء حرص الدولة على سرعة تنفيذ المشروع الخاصة بتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة وإدخالها الخدمة عبر الربط مع الشبكة القومية موجها بسرعة العمل على وضع الخطط اللازمة للربط الكهربائي مع الدول الجوار بما يعظم من قدرات الشبكة القومية